اشتركوا في القناة وخالص التهنئة بمناسبة الذكرى السابع والاربعين لحرب اكتوبر المجيدة دعيان المولى عز وجل لكم ولمصرنا الغالية بدوام النص والتقدم والرخاء تأدي ذكرى حرب اكتوبر المجيدة شاهدا على ملحمة البناء والتنمية بسيناء والتي تنفذ بواسطة سواعد مصرية خالصة بمشاركة اهالي سيناء الحبيبة في اطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة عشرين اتنين وعشرين تلاتين سياتك خلال الفترة السابقة تم تكليف الهيئة الهندسية بتلتمية اتنين واربعين مشروع باجمالي تلتمية وعشرة مليار جنيه وده فن بالمشروعات اللي بيتم تنفذها في سيناء غير باقي المشروعات اللي بتتنفذ في باقي الجمهورية تم تنفيذ متين وخمستاشر مشروع بتكلفة خمسة وسبعين مليار جنيه جاري تنفيذ مية وتلاتة مشروع بتكلفة مية واحد وستين مليار جنيه مخطط تنفيذ اربع وعشرين مشروع بتكلفة اتنين وسبعين مليار جنيه في مجال انشاء الانفاء والكباري وسياتك لتسهيل حركة النقل بين سيناء ومدن القناة وباقي ومدن وعواصم الجمهورية سياتك وجهت بانشاء تلاتة مجموعة للانفاء بعدد خمسة نفق احنا بالفعل فان بنفذنا منهم اتنين مجموعة باربعة نفق انفاق تاحية مصر شمال اسماعيلية وانفاق تلاتين تلاتة يوليو جنوب بورسعيد باطوال تساحتاشر كيلو متر الان احنا بننفذ نفق الشهيد احمد حمدي اتنين بطول ارباح تلاف متين وخمسين متر نسبة تنفيذنا فانم تلاتة وسببين في المية وان شاء الله مخطط الانتهاء في تلاتين ستة واحد وعشرين ويمكن احنا كنا مخططين ان احنا انتهي من النفق ده في شهر في شهر اربعة ولكن جائحة الكورونا هي اللي اثرت على استيراد بعض المواد اللي ان شاء الله احنا بنستوردها من الخارج ولكن جميل اعمال اللي في ادينا بنعملها نفذناها احنا بالفعل النهاردة فانم نقدر باستخدام النعاد من شرق الغرب القناة ولكن باقي الانظمة اللي مطلوبة ان شاء الله جاري استيرادها في الفترة اللي جاي اجمالي اطوال الانفاق الجديدة فانم وصلت هتوصل لتلاتة وعشرين كيلو متر وبنضيف عليهم النفق احمد حمدي هنوصل لفانم لتسعة وعشرين كيلو انفاق اسفل قناة السويس وللسمرارة فانم منظومة النقل شرق وغرب القناة ونقل البضايع والتنمية اللي بتتم في سيناء سيادتك وجهت ان احنا نرفع كفاءة كوبري الفردان اعلى قناة السويس واعلى القناة الاولى ده سيادتك طوله ستمائة واربعين متر بالاضافة ان احنا بنزود عرض السكة الحديدة عليه بدل ما الاتجاه واحد بقت اتجاهين ورفع كفاءة الكوبري بالاضافة لانشاء كوبري جديد يا فانم على القناة الجديدة بتكلفة مالية واحد وسبعة من عشرة مليار جنيه احنا نسبة تنفيذنا الان فانم خمسة وخمسين في المية وان شاء الله مخطط الانتهاء من المشروع بنهاية شهر الستة واحد وعشرين في اطار مشروع تنمية شرق بورسعيد وده من المشروعات الكبيرة جدا اللي بيتم اللي الدولة بتنفيذها على ارض سيناء المشروع ده فانم هيصل تكلفة تسعين مليار جنيه في مجموعة نعمل للانشطة الكبيرة ومن اماها فانم نفذنا عشر ارصفة بحرية بطول خمسة كيلو ودول تم الانتهاء منهم بنسبة مئة في المية بنعمل يا فانم ساحات ده والخلف الخلف الارصفة البحرية واحنا بالفعل الوقتي بننفذ ساحتين ومستمرين في تنفيذ الساحات الموضوع الكبير يا فانم اللي هو المنطقة الصناعية ويمكن سادك محددين ننفذ تلاتة وستين مليون متر مربع تحسين للطربة في منطقة شرق بورسعيد المرحلة الاولى منها فانم تكلفنا بعشرين مليون متر مربع احنا بالفعل النهاردة فانم مخلصين تلاتة مليون وان شاء الله عند نهاية السنة هنخلص خمسة مليون كل اللي بنخلصه فانم بنسلمه للهائة الاقتصادية وان شاء الله في شهر ستة تلاتة وعشرين هننتهي من المرحلة الاولى اللي هي هتصل لعشرين مليون متر مربع بالنسبة فانم للمزارع السمكية ودي يمكن تعتبر اكبر مزارع سمكية موجودة في الشرق الاوسط احنا النهاردة فانم انتهينا منها بنسبة مية في المية وبالفعل الشركة القائمة على تشغيل المزرعة تقريبا زرعة كل الاحواد احنا عندنا فانم منفذين خمسة الاف وتسعمية حوض استزراع الحوض تقريبا مساحته في حدود اتنين فدان بالاضافة لبحيرات للصيد بمساحة الف وخمسمية فدان نسبة تنفيذ المشروح ككل فانم اربعين في المية في مجال الرعاية الصحية احنا فانم نسقنا مع وزارة الصحة والسكان بننفذ معاهم الاسباقية التانية من المشروع القاومي للتأمين الصحي لأهالي سيناء بننفذ فيه اربحتاشر مستشفى وست وستاشر وحدة صحية بتكلفة اتنين ونص مليار جنيه احنا بالفعل افانم انتهينا من تنفيذ تسع مستشفيات جاري الان تنفيذ خمسة مستشفى وستاشر وحدة صحية وان شاء الله فانم مخاطط ننتهي منهم بنهاية هذا العام دي نمازج للمستشفيات والوحدات الصحية اللي انتهينا منها المجال الرياض والثقاف والاجتماعي اللي هي لنساك كلفت بستة وخمسين مشروع بتكلفة تقريبا مليار جنيه انتهينا منها بالكاملة فانم في سيناء دي نمازج نادي الفردوس بالاسماعيلية المدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ الصالة الرياضية المغطاة بالعريش ساعة الفين متفرج في مجال انشاء المطارات وطبقى لتوجهات سيادتك ان احنا نغطي ارض الجمهورية بالكامل بالخدمة خدمة الطيران ويمكن سينا لها وضع خاص على اساس ان احنا عايزين نربطها بمصر وبالعالم الخارجي وننمي موضوع الاقتصاد فيها والمناطق الاستثمارية ساعتك امرت وجهت ان احنا ننفذ مطار البردوي للدولي بتكلفة تمنمية وستين مليون جنيه ساعتك المطار بيتكون من ممر رئيسي بطول تلتلاف تلتمية وخمسين متر وعرض ستين متر ترمك للطائرات بيسع تمانية طائرة صالة لركاب ساعة تلتمية راكب على الساعة صالة للجوازات برج المراقبة بارتفاع 33 متر مبنى الارصاد الجوية والبوابات والاصوار بالاضافة الى منشآت ادرية وخدمية وفنية بتخدم في تشغيل المطار في مجال الطرق ويمكن افنم احنا الهيئة النادسية متكلفة تقريبا ب8000 كيلو متر طرق هيبقى من ضمنهم فنم في سينة الوحدها 2000 كيلو متر بننفذ 32 طريق احنا بالفعل فنم تم الانتاء من تنفيذ 14 طريق بتكلفة اطوال باجمال اطوال 887 كيلو متر جاري تنفيذ 9 طريق باجمال اطوال 571 كيلو متر مخطط تنفيذ 9 طريق باجمال اطوال 635 كيلو متر الان يا فنم وبتشريف سيادتك ان شاء الله هنفتتح طريق النفق راس النقب بطول 231 كيلو والطريق ده يا فنم يمكن فيه تمييز شوية الطريق ده مار بوسط سيناء ده بيربط نفق احمد حمدي بالمواني بميناطابة ونويبع وده بيسهل حركة التجارة بين مصر والاردن والسعودية تم تنفيذ الطريق ده يا فنم على مرحلتين المرحلة الاولى 120 كيلو متر من النفق حتى نخل والمرحلة التانية بطول 111 كيلو متر من نخل حتى النقب بتكلفة 3.2 من 10 مليار جنيه الطريق فنم اتجاهين كل اتجاه 3 حرة مرورية عرض الاتجاه 12.5 متر جزيرة وسطة 24 متر اجمالي عرض الطريق 49 متر عشان ننفذ الطريق ده ومحصلش عندنا مشاكل ومن موضوع السيول نفذنا مجموعة من الاعمال الصناعية لمجابة اختار السيول يمكن في بدايتها نفذنا بلطات خرصانية اللي هي خاصة بتعادية المياه السيول اعلى الطريق وده معابر ايرلندية نفذنا منه 1150 متر بعرض 26 متر بالاضافة ان احنا نفذنا 122 بربخ سواء برابخ صندوقية او برابخ مواسير في مجال الاسكانة فنم وطبقا ما بيتم في الجمهورية بالكامل بننفذ مدن سكنية جديدة بننفذ اسكان اجتماعي بننفذ تجمعات تنموية والتجمعات تنموية دي يمكن بتبقى مميزة شوية لأهالي سيناء طبقا للعداد بتاعتهم والتقاليد انشأنا تلت مدن او جاري انشاء تلت مدن جديدة مدينة الاسماعيلية الجديدة مدينة شرق بورسعيد سلام مصر مدينة رافحة جديدة مدينة الاسماعيلية الفنم كان مخطط ان احنا نوصل ل52 الف وحدة سكنية بتكلفة 32 مليار احنا بالفعل نفذنا وافتتحنا مع سيادتك المرحلة الاولى والتانية بطاقة 32 مليون وحدة سكنية بالاضافة للمنشآت الادرية والفنية بتاعتها من مخطط ان شاء الله ان احنا ننفذ ال20 الف وحدة سكنية خلال العام القادم ان شاء الله مدينة السلام مصر شرق بورسعيد احنا بننفذ فيها فن 217 عمارة سكنية ده اسكان اجتماعي باجمالي 4340 وحدة سكنية بتكلفة 890 مليون جنيه ان شاء الله فن من نسبة تنفيذنا في المدينة 83% ونخطط ننتهي منها في نهاية ابريل 21 مدينة رفحة جديدة هيتم تنفيذ 626 عمارة سكنية باجمالي 10.000 وحدة سكنية بالاضافة للمنشآت الادرية والخدمية مخطط لانتهاء فن من المدينة في نهاية 21 ولكن بدأنا بالفعل نفذنا 41 عمارة سكنية باجمالي 480 وحدة سكنية بالاضافة الى منطقة الخدمات المركزية ان شاء الله المجموعة دي بالكامل فن من هننتهي منها بنهاية العام الحالي الاسكان الاجتماعي وطبقا ما بيتم تنفيذه في الجمهورية بالكامل احنا نفذنا 9 مدن في سيناء اسكان اجتماعي نفذنا 918 وحدة سكنية بتكلفة 1.4 مليار جنيه ده نمازج الاسكان الاجتماعي اللي تم تنفيذه في سيناء التجمعات التنموية والتجمعات التنموية دي سيادتك يعني بتكونوا جزئين الجزء الاولاني التجمعات السكنية ووزرعية احنا نفذنا بالفعل فن من 17 تجمعوا ان شاء الله هيشرب وافتتاح سيادتك لهم النهاردة بالاضافة الاربع كرة للصيادين اجمال الوحدات السكنية اللي تمت واللي جاري تنفيذها 2327 بيت بدوي بمحافظة شمال وجنوب سيناء الكرة الصيادين افندم احنا فيه اربع كرة بمنطقة اغزوان باجمال امتين بيت بالاضافة لمنطقة خدمية مركزية داخل الاربع كرة بتكلفة 479 مليون جنيه نسبة تنفيذنا النهاردة 55% ان شاء الله مخطط الانتهاء من كرة الصيادين بشهر ابريل 21 السبحتاشر تجمعوا بدوي سكن وزراعي دي انتهينا منهم بنسبة 100% باجمالي 2127 بيت بدوي وسيادتك متخصص لكل ساكن لكل صاحب بيت خمسة فدان زراعي باجمالي 10.000 فدان بالاضافة للمناطق الخدمية الخاصة بالتجمعات تكلفة السبحتاشر تجمع فندم خمسة وثمانية من 10 مليار جنيه ده نمازج للمنازل البدوية مدارس وحدات صحية مساجد ديوان مراكس الشباب محطات تحلية مياه الشرب ونحن بالفعل فندم نفذنا قبار لكل منطقة لكل تجمع وركبنا عليه محطة معالجة مياه الملحة لكي نزود التجمعات بالمياه تنسيق الموقع العام نحن نفذنا 2.7 مليون متر مربع تنسيق الموقع العام في السبحتاشر تجمع ونحن ننسي أن طبيعة سيناء مختلفة ووسيولة فيها تأثر على التجمعات نحن بالفعل فندم نفذنا مجموعة من الحواجز التوجيه وقنوات صرف المطر بأطوال 21 كيلو لحماية التجمعات التنموية من سيول كمان نفذنا فندم عنابر ترمبات وخزنات مياه مفتوحة وده لخدمة الأراضي الزراعية اللي هيتم تسلمها للسكان في مجال الإمداد بالمياه وكان فيه توجيه من سياتك فندم بالتوسع في تحليل مياه البحر الهيئة الانتسية تكلفت بإنشاء 23 محطة تحليل مياه بطاقة 160 مليون متر مكعب سنويا نحن انتهينا فندم من 14 محطة بنسبة 100% وبننفذ دلوقتي 5 محطات بنسبة تنفيذ 50% وان شاء الله خلال العام القادم مخططين ان احنا هننفذ أربع محطات بإجمال تكلفة 23 محطة 7.8 مليار جنيه دي سياتك محطة تحليل مياه البحر شارع برسعيد طاقة 150 ألف متر مكعب ودي انتهينا منها بنسبة 100% ومجهزين المحطة فندم انها ممكن يحصل فيها توسعة وتصل إلى 250 ألف متر مكعب محطة تحليل مياه البحر بالطور طاقة 30 ألف متر مكعب على اليوم وتم الانتهاء منها بنسبة 100% محطة مياه بالشيخ زويد طاقة 5000 متر مكعب على اليوم وتم الانتهاء منها بنسبة 100% محطة تحليل مياه البحر طاقة 10.000 ودي ان شاء الله فندم هيتم افتتاحها النهارنا المحطة دي بتتكون مأخذ بحري بطول 660 متر والمحطة بالرغم النهاية 10.000 ولكن احنا مجهزين المأخذ البحرية عشان توصل لـ 45 ألف متر مكعب في اليوم دي مكونات المحطة جاري تنفيذ خمس محطات تحليل مياه البحر بطاقة 73 مليون متر مكعب سنويا بنسبة تنفيذ 50% المحطات دي عبار محطة البحر في العريش دي تقطة 100 ألف متر مكعب على اليوم محطة رأس الصدر بطاقة 30 ألف متر مكعب على اليوم محطة أبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب على اليوم محطة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب على اليوم محطة نوابع بطاقة 15 ألف متر مكعب على اليوم ولكن يا فنم أنا بحتاج أن أعرض المحطة بتاعة العريش اللي هي تقطها 100 ألف متر مكعب على اليوم وقابلة للتوسعة لـ 300 ألف متر مكعب على اليوم نحن بالفعل فنم شغالين في المحطة نسبة تنفيذنا 50% مخطة ننتهي منها إن شاء الله في شهر عشر العام القادم أنا عايز أقول لستك أن المحطة دي بانتهاء تنفيذها ليس سيبقى فيه مشكلة للمية لا في العريش ولا في الشيخ زويد ولا وسط سيناء إن شاء الله مخطة تنفيذ أربع محطات تحليت مياه بحر بطاقة بطاقة إجمالية 21 مليون متر مكعب سنويا محطة في شرم الشيخ طاقة 3000 متر مكعب على اليوم في بورديس محطة 15 ألف متر مكعب على اليوم في نب 6 ألف متر مكعب على اليوم في طابة 5000 متر مكعب على اليوم وعلى التوازي يا فنم من أعمال المحطات احنا خدنا تكليف بتطوير منظومة شبكة مياه الشرب من مدينة العريش بتكلفها 886 مليون جنيه وانتهنا من الإجراءات بتاعتها بالكامل وإحنا الآن في مرحلة التسليم أنا عايزة أوضح أن العريش كان متخصص لها 60 ألف متر مكعب كانت بتحصل على المياه دي من مصدرين 40 ألف متر مكعب مياه يوميا كان مية عزبة من الأنطرة الشرق محطة تنقية الأنطرة شرق وعشرين ألف متر مكعب من الأبار اللي موجودة في سينة ويمكن كانت المية في سينة في أيام بتيجي مية عزبة وفي أيام كانت بيجي مية ملحة اللي هي نتيجة الملوحة اللي كات موجودة في الأبار بالتنسيق مع وزارة الإسكانة يا فنم احنا النهاردة قدرنا نوصل المية العزبة في العريش إلى 60 ألف متر مكعب بإنشاء 3 محطة تحلية طاقت 15 ألف متر مكعب على اليوم ومحطة 10 ألف متر مكعب على اليوم وده كده حلنا حل تقريبا شبه جزي لمدينة العريش وفي المدى القريب إن شاء الله بافتتاح المحطة الجديدة هيبقى الموضوع منتهي الإحلال الشبكات كل الشبكات اللي كانت موجودة في مدينة العريش فاندم شبكات سبستوس كانت طولها 720 كيلو تم الانتهاء منها تماما احنا قسمنا العريش إلى خمس مناطق والحمد لله رب العالمين انتهينا من الشبكات بالكامل وجاري الآن التسليم بالإضافة أن احنا نفذنا محطة رافع في رافع كرمة أبو نجيلة بطاقة 7000 متر مكعب على اليوم وبكده اتحلت تقريبا مشكلة المياه حتى الآن في مدينة العريش في مجال معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي الكلفة الهيئة الانتهية بتنفيذ سبع محطة معالجة طاقة 2.5 مليار متر مكعب سنويا انتهينا فاندم من محطتين محطة في الطور ومحطة المحسامة والسيادتك محطة محسامة شرفنا بفتتاحها للسيادتك ودي طاقتها مليون متر مياه يومياً دلوقتي احنا بننفذ محطة بحر البقر ومحطة بير العبد ويمكن محطة بحر البقر دي من أكبر المحطات اللي بيتم تنفيذ إنشاءها في العالم بالإضافة لثلاث محطات في ناخل والحسنة والشيخ زويد بتكلفة مالية 31 مليار جنيه توسعة شبكات الصرف الصحي بمدينة الطور بتكلفة 235 مليون جنيه مدينة الطور يا فنم حصل فيها توسعات نتيجة التنمية اللي تمت فيها عشان كده كان حجم مياه الصرف الصحي اللي بتطلع منها كبيرة جداً كانت المحطات الموجودة في المدينة ما كانتش بتستوعبها احنا نفذنا محطة فنم للصرف الصحي طاقت 10 تلاف متر مكعب على اليوم بأحواض ترصيب وبالإضافة أننا نفذنا محطة تلات محطات للرفع محطة رفع رئيسية ومحطة اتنين محطة رفع فرعية ونفذنا بالتتالي يا فنم 20 كيلو شبكات انحضار منين المياه الصرف بالإضافة إلى 12 كيلو متر شبكات طرد للمياه نرجع فنم نتكلم على بحر البقر وإحنا بالفعل المحطة دي محطة عملاقة وإن شاء الله احنا شغالين فيها بمنتاج جدية بتوفر لنا 5 أو 6 من 10 مليون متر مكعب في اليوم ولو سياتك نتذكر مع الجميع أن المحطة دي كانت المياه بتاعتها بالكامل بتترمي في البحر في بحر المنزلة كانت بتسوى المياه في بحر المنزلة وبعد كده بتترمي في البحر المتوسط وكان يصعب الاستفادة من المياه دي ولكن احنا بمجموعة أعمال هندسية تبقى لتوجهات سياتك احنا نفذنا تعديل لبعض مسارات الطرع والمصارف اللي بتجمع المياه وعدناها بسيفونات تحت قناة السويس من جمع المياه دلوقتي هتجمع المياه في المحطة اللي بيتم إنشاها احنا نسبة تنفذنا فنم 55 في المية ان شاء الله مخطط الانتهاء في شهر 6 قادم من المحطة تكلفة المحطة دي فنم 18 مليار جنيه ويمكن المياه اللي احنا هنوفرها وكانت بتتربية في البحر ده طبقا لتوجهات سياتك احنا ان شاء الله مخطط ان ان احنا ننفذ بها تقريبا نص نص مليون فدان في شمال ووسط سيناء واحنا بالفعل نسعنا مع وزارة الري نسعنا مع وزارة الزراعة نسعنا مع وزارة الكهرباء على تنفيذ المشروع العملاق اللي هو 456 ألف فدان زراعات بالفعل فنم حددنا زمامات المدن والقرى اللي هيتم فيها حددنا كمان التجمعات التنموية اللي هتبقى موجود فيها ووصلت لخمسة وثلاثين تجمع اللي هيتم فيهم اقامة المزارعين والاهالي اللي هزرعوا الزمامات دي نسعنا مع وزارة الري المصار بتاع الترعب الكامل عشان تخدم الاراضي الصالحة للزراعة دي بالكامل احنا بالفعل فنم بالوقتي بدأنا في الاجراءات التنفيذية للمشروع سواء في تجهيز لخطوط المواسير بنعمل دلوقتي فنم بالفعل اعمال رفع مساحي للمصار عشان ان شاء الله رب العالمين ننتهي من من الاعمال اللازمة للزراعات دي قبل ما ننتهي من المحطة بتاعة بحر البقر هستغزينك يا هاب فيديا واحدة في المشروع ده تحديدا اللي بيتكلم عليه ستلوقها برئيس الهاية الهندسية احنا قلنا ايه قلنا زي ما هو كده ذكر في بداية كلامه ان كان في حجب من المية هذا الحجب من المية احنا قلنا فيه قبل كده في عدة لقاءات لكن انا بفكركم بفكر نفسي بيه كانت حجب من المية بيلقى فيه البحر هي مية صرف زراعي وجزء منها صرف صحية وكانت بتلقى في بحرات المنزلة ومنها الى البحر المتوسط طب ايه يعني الاستفادة من الكمية المية دي بدل من نرميها في البحر المتوسط طب ما ناخدها بنعمل لها اعمال صنعية ما زي ما قال كده اللي هو اهاب ونعد بيها من غرب القنال لشرق القنال ثم تتعمل محطة بحر البقر اللي هو ذكرها دلوقتي طيب هو تكلم على تكريفة المحطة اللي تقترب من 18 مليار جنيه لكن عشان نعمل المشروع ده اللي احنا بنتكلم على مصار هذا المصار جزء منه مكشوف وجزء منه مش مكشوف يعني جزء منه ترع تشوفوها وجزء ماشي مش كده اهاب وجزء تاني وجزء موسير ثم عداد البنية الاساسية سواء كانت البنية الاساسية ديت طرق او كهربا او الميا او المنشآت اللي حتتعمل لصالح الناس اللي حتعيش على النص مليون فردان دول الرقم المحتمل للموضوع ده بتحسب دلوقتي لكن عايز اقول ان على الاقل الكهربا وخط الميا الموجود احنا بنتكلم فاكتر من 20-25 مليار جنيه اذا كنت انا فاكر ثم بقى تسوية الارض وتجهزة شوفو اي موضوع نقوله نعمله هيا كلمة بتتقال لكن جمي منها اجراءات كتير جدا جدا بتتعمل عشان المشروع اللي نقول عليه يتعمل ويتنفذ يتعمل ويتنفذ يبقى لي مطالب قبل ما نطلق المشروع هل المطالب دي احنا نستطيع ان احنا نلبيها ايو يبقى نعمله ونعلن عنه احنا بنتكلم على محطة المعالجة وهي تقريبا شرفت على امتاع احنا بلوقتي في اخر شهر في اول نوفمبر مش كده ايو فان طيب عندنا شهرين وست شهور تمن شهور ونفتتح اكبر محطة معالجة للميا في في العالم زي ما قال اللي وهب محاولة الاستفادة من الميا محاولة خلق مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق فاضية زي ما انتو شايفين كده في سينة لو تشوفوا حجم التكلفة المالية اللي اتصرفت خلال انا بكلم على سينة تحديدا خلال الست سنين اللي فاتوا احنا تجوزنا الستمائة سبمائة مليار جنيه احنا بكلمنا على الجامعات وكلمنا على المحطات المياه وكلمنا على الطرق لكن كل مطالب التنمية في سينة بيتم الانفاق عليها حتى حتى تتحقق الاهداف اللي احنا ذكرناها ان هنا يبقى فيه حياة اللي سينة بدل ما هي منطقة او ارض مش موجود فيها الكلام ده وده بيكلفنا كتير لان احنا بندخل على اراضي خام اراضي لم يتم الدخول فيها واقامة بنية اساسية للطرق على سبيل المثال وبتكلم على الطريق النفاق طابة اللي احنا افتتحنا ارضا لكن احنا فاتحين من عدة شهور الطريق النفاق شرم الشيخ النفاق شرم الشيخ وبالمناسبة اهاب احنا افتتحنا الطريق ولكن استخدامات الطريق لم تستكمل وانا لما بسأل بقول لي قالوا هيئة يعني وزارة النقل اللي مش عارف استلمت او مستلمتش لا يا خلاص استلمت افندم وان شاء الله هيتم نقل الولاية للشركة الوطنية للدور يعني خلال اسبوع اخد تمام ان الطريق شغال والناس بتعدى عليه تماما فضل يا ها بشكر افندم انا يعني استاذ ذاتك فيه نقطتين احب اتكلم فيهم احنا بالفعلة فندم حسبنا قيمة تقدرية للمشروع ولكن قيمة مش مؤكدة بالكامل هيوصل لفندم ل55 مليار جنيه واحنا كنا عاملين حسبنا ان شاء الله نعرضهم على السيادتك في خلال الاسبوع القادم ان شاء الله ده بالنسبة للمحب في مجال المنشآت التعليمية يا فندم وطبقا لتوجهة سيادتك بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ويمكن الكلام ده عرضه السيد وزير التعليم العالي منذ قليل احنا اكلفنا بانشاء وتطوير 47 جامعة ومدرسة ومعهد نفذنا منهم فندم 44 مشروع جاري تنفيذ 3 مشروع بتكلفة 12 و2 من 10 مليار جنيه 3 مشروعات فندم اللي جاري تنفيذهم يمكن احنا متكلفين بهم تقريبا من خلال الشهر الماضي زي ما ذكر دكتور خالد بيتم فيهم تنفيذ اثنين جامعة اهلية هيتنفذوا جامعة في الاسماعيلية الجديدة وجامعة في مدينة سلام مصر شرق بورسعيد من 15 جامعة اللي احنا متكلفين بهم خلال الشهر اللي فات بالاضافة فندم في مدينة شرق بورسعيد برضو مدينة سلام مصر بننفذ جامعة تكنولوجيية بالنسبة لل 44 مشروع اللي تم الانتاء منهم يمكن يا فندم على اهمهم مشروع جامعة الملك سلمان الجامعة دي فندم تم انشاءها في 3 مدن كبرى في محافظ الجنوب سيناء في مدينة الطور ورس صدر وشر الشيخ ويمكن مدينة الطور فيها رياس الجامعة والاضارة بتاعتها الجامعة فندم نفذنا فيها 16 كلية على مساحة 620 فدان جميع الافرق اللي موجودة فندم في الجامعة احنا مجهزينها نستقبل فيها اقامة للطلب والطالبات وعضاه التدريس الفرع اللي موجود او رياس الجامعة اللي موجودة في الطور دي هيتم انشاء فيها 8 كليات على مساحة 355 فدان مبنى ادارة الجامعة كلية الهندسة كلية العلوم كلية الصناعات التكنولوجية قاعة مؤتمرات ساعة 1250 فرد سكن الطلبة سكن اعضاء هي التدريس مركز الخدمات الطلابية واحنا بنفسنا تنسيق موقع العام في المنطقة بتاعة الطور على مساحة 165 الف متر مربع الفرع الثاني وده موجود في مدينة رأس صدر ده نفسنا فيه اربح كليات على مساحة 330 فدان مبنى الادارة كلية العلوم الادارية مدرج كلية الزراعة الصحراوية او زراعات الصحراوية مكتبة سكن الطلبة سكن الطالبات سكن اعضاء هي التدريس نفذنا برضو فن متنسيق للموقع العام بمساحة 130 ألف متر مربع الفرع الثالث اللي يشرب بوجود سياة تكفير النهاردة فرع شرم الشيخ وده نفذنا فيه اربعة كلية على مساحة 35 فدان مبنى الادارة كلية الالسن كلية الفنون والتصميم كلية العمارة كلية السياحة والضيافة وده ملحق بيها فندق تعليمي للطلبة والطالبات على فنون الفندقة سكن الطلبة سكن الطالبات سكن أعضاه التدريس مكتبة نفذنا فيها منطقة الراضية فن بتتكون من ملعب متعدد واتنين ملعب تنس بالإضافة لحمام سباحة نصف أولومبي ويمكن الحمام السباحة النصف في آخر زيارة لسيادتك في الشرم الشيخ وتفقد سيادتك للجامعة أمرت بتنفيذ هذا الحمام عملنا أعمال تنسيق للموقع العام على مساحة 58000 متر مور ويفنم نتيجة توجهات سيادتك الدايمة بأن العملية التعليمية تتم على أحدث الأنظمة الحديثة اتكلفت الهيلندسية بتنفيذ البنية التحتية المعلوماتية للجامعة بالكامل نفذنا فيها مركز بيانات دادا سنتر نفذنا جميع أعمال الكابلات الألياف الضوئية جهزنا فنم جميع المنشئات في الجامعة في الثلاث أفرع والمواقع العام لها بشبكات الواي فاي جهزنا جميع القاعات الدراسية والمدرجات بصبرات ذكية بذلك فنم تصبح جامعة الملك سلمان جامعة ذكية من الجيل الرابع جميع الأعمال التي تنفيذها لها الهيلندسية فنم باستمرار تتم بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة نحن فنم شاركنا في تنفيذ المشروعات خلال الأعمال التي تتم في سينة مجموعة من المكاتب الاستشارية سواء في التصميم أو الإشراف على التنفيذ أو مراقبة الجودة نفذت خمسين شركة مصرية وطنية الأعمال التي تتم في سينة بإجمالي مئة ألف مهندس وفني ومشرف وعامل في النهاية فنم أستاذ نسيتك بتقديم الشكر للقيادة العامة للقواط المسلحة على الدعم المستمر والدائم الذي تقدمه للهياة الاندسية لتنفيذ المشروعات طبقا للمعدلات وطبقا للجودة المطلوبة السيد رئيس الجمهورية وفقكم الله وسد أخطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته